المقبلة أول شيء خلينا نستغل هذه الفرصة أمسي على زوجك بالخير ونقول له كل عام هو بخير ولهم أنه كل تحي و تقدير وحاب أقول أن في ناس كثير تحبك بس في ناس كثير زعلانين منك لأنك يشعرون جمهور زير منك خطفتها منهم بس هالفكرة هو دائما يقدر الجمهور يعني في أكثر من اللقاء ذكرا لما كنا نطلع مع بعض ويشوف الجمهور يعني في موقف من المواقف إنه بنت جاتني وحضنتني أول ما تزوجت وصورت معها قال لي صعب أن أمنعك عن جمهورك هو يعرف أنها نعمة جميلة محبة الناس أنه هو أصلا متواضع ويحب الناس فهذه العلاقة اللي بيني بين الجمهور هو مقدرها كثير وعشان كذا هو يعني مخليني أن أنا أكون قريبة للناس غيور؟ أكيد أكيد غيور واضح مدام خباكي عن العالم وما خباني بالعكس ويقول لي دائما أن ظهورك يكون بشكل جميل لك أنت ما يبغاني أضحي باللي قدمت طول هالسنين لأن أنت ما تعرف في مثلا بعض البرامج ممكن ما تخدمني في بعض الأشياء يعني أنا أقول لك أنه حتى برنامج الإنساني الاجتماعي اللي راح أسويه بتشجيع منه يقول لي أنا أحس هذه شخصيتك أنت فيك شيء إنساني جميل يعني لما يكون فيه جمعيات الأصحاب الهمم يدعوني للاحتفالات أول واحد يشجعني ويمسك ويقول لي يروحي بالعكس هذا شيء جميل أنت هل في أتحبينهم فهو ما عمره منعني أني أكون موجدا يمكن كانت تطلع إشاعات أنه ما نعني وحابسني أبدا لا كانت برغبتي أنا ما أبغي يعني أنا حاسة خلاص أسرتي ما أخذتني أنا بنات أنت ما تعرف أنا مجنونة أطفال أنا كنت أقدم بسرحية أطفال أنا بنات أختي كان يقول لي يعني من كثر ما كنت أحبهم وحتويهم كان يقول كيف راح تتزوجين أنت يكون عندك عيال أنت أخاف إذا تطيح تعرف يعني أنا حنتارك بنتي الغالة الله يشهد أن قلبي يعني أن عمرها الست وقبل ما جاءت لي ماما لا تروحين لا تخليني تعرف الألم اللي جانبها الكلمة بس بعدين تراجعت يعني تعرف حنونة قلت لي ماما روحي بس بسرحة تعالي كيف لازم ترجعوني المشكلة تعرف يعني باكون مشغولة بالتصوير يعني صعب عشان كذا أنا مبتعد عن المجال لأنني عندي أهمة الأولوية اللي إذا بسولهم وكان في المس لا بنسولهم ومبشل غلا إذا تشوفنا ماما بكرة بتكون عندكم بكرة إن شاء الله الساعة سبعة تكون والله يا ريت ترى مجننيني بنات السعودية كل يوم يقولوا والله ما تروحين تمين عندنا هل تشوفي غلا ولا هم كلهم يحبونك هم بعد